بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة لكل متابعين اليوم راح نشرح على جهاز مهم جدا هو جهاز الميقر جهاز الميقر هواي ناس سامعين بي بس ما يعرفون شنو فواده والجهاز آني برأيي هذا جهاز مظلوم هس تقول ليش مظلوم هذا الجهاز بصراحة شفت عليه عدة فيديووات باليوتيوب الفيديووات أغلبها جايبين أسلاك اثنين أي أسلاك اثنين ومسوي عملية قصر شورت ويجي في حصب الجهاز على أساس الجهاز اكتشف هذا القصر هاي بصراحة هاي معلومة جزء من كل وبالحالة آني ش راح أقول يعني آني كمتلقي راح أقول أستخدم الأوباميتر أطلع الشورت أو أستخدم السيريس لكنه هذا الجهاز بصراحة لازم إن أديله هذا هو جهاز الميقر هذا هو الجهاز يجي بعدة أنواب بعدة أشكال النوع هذا هو مخصص للأجهزة الصغيرة يعني مو ذات الأحمال الكبيرة ولهذا أكو أجهزة من عدة للأحمال الكبيرة يعني شنو فائدته بالضبط وشن ننس إخداماته بالورش مالتني بصراحة إحنا بورشني ما داخل أبد هذا الجهاز ولي أول مرة يدخل الجهاز الغلط شنو وحشاهم من الغلط ماكو توعية على هذا الجهاز يعني إنت شوفه من زاوية لكنه مشارحي لك كل الزوايا بهذا الفيديو رح نسلط الضوء على عدة زوايا وعدة جوانب أولا هذا الجهاز هو يخليك محمي من الصعق الكهربائية وهي أنفق رهاي هو بأنه الجهاز يحمينا من الصعق الكهربائية شون يحمينا أنا عندي مثلا ماطور الماطور هذا ملفوف بأسلاك نحاسية هاي الأسلاك النحاسية كل سلك مفصول عن الآخر بمادة عازلة هاي المادة العازلة إذا نهارت هاي المادة العازلة راح يصير عندنا مشكلة يتعرض الشخص إلى الصعق والموت هاي من جانب واحد الجانب الثاني أنت تريد تشتري معدة تريد تفحص معدة معينة المعدات اللي نخصدها كل جهاز يحتوي على أسلاك وهي تشمل محاولات الكبيرة مع الشارع المولدات الكبيرة مع الشارع المولدات المنزلية ضواغط الكمبريسر مع التثلاجات مع المجمدات مع المكيفات كل هذي الماطورات الصغيرة الماطورات الكبيرة كل هاي الأجهزة تقدر تفحصها بهذا الجهاز راح تقول لي أكو سيريس راح تقول لي أكو أفو ميتر صحيح لكنه السيريس والأوفو ميتر ما يطلع لك استهلاك هذا العازل لأنه هذا العازل هذا العازل يستهلك بعدة شغلات الشغلة الأولى إنه إذا تعرض إلى جهد عالي تعرض إلى حماوة عالية تعرض إلى حمل زايد تعرض إلى رطوبة أي ظروب جوية رديئة راح يستهلك هذا العازل واستهلاك هذا العازل أحيانا أحيانا لا يظهر عندك لا بالأمبير ولا بالسيريس ولا بالأوفو ميتر إذن هذا الجهاز سوينا أو سووا الشركات حتى يظهر لنا عيوب الملفات زين شن الفكرة ماتة قبل ما ندخل للجهاز حتى نعرف شن الفكرة ماتة الفكرة ماتة هو تسليط فولت عالي دي سي فولت عالي دي سي كل جهاز إلى فولتية محددة هذا الجهاز لغاية ألف فولت الفولتية العالية اللي راح تسري بالملفات إذا كان بيها انهيار بالملفات شرح يصعد لنا راح تسرب الشحن اللي اللي بابثيها من خلال الجهاز للملفات إلى جسم الجهاز وبالحالة شرح يصري لنا راح يصر لنا القياس يتغير يعني من قياس الأومية يتغير مثل ما راح نشرح على الجهاز إذن هذا الجهاز مو كل جهاز يستيق هاي المواصفات زيان هل فقط استخدامه لملفات المحركات ورافعات الفولتية وأي شيء بملفات لا يفحص القابلوات يعني الكابل مو شرط هذا الكابل هذا للتشبيه أكو كابلات كل شبيرة بالشارع بالأعمدة أي تسريب بين خط وخط يعني هذا مثلا بخطين أي تسريب بين خط وخط رح يظهر الكياه هذا الجهاز إذن آني كشف لي عيوب الكابلات أيضا واستخدامات كثيرة أخرى احنا بالنسبة أن بالورة شمالتنا لازم يتوفر هذا الجهاز راح نأتي هسا ندخل حتى نطول عليكم ندخل على الجهاز أول ما ندخل على الجهاز لازم نعرف شو المحاذير ماتة محاذير هذا الجهاز طبعا هذا قدامكم الجهاز هذا أول شيء بإغطاء طبعا حتى حماية من الصدمات والانكسار هذا الجهاز من تشتغل به أكو عندنا الشغلات أول شيء ما يجوز نفحص به بفحص للفولت أكثر من 750 ما يجوز نفحص به وكذلك ما يجوز نفحص به قريب على المواد القابلة للإشتعال يعني خلل نقول مكان ببانزين أو مواد قابلة للإشتعال الشغلة الأخرى ما يصير ألمس هذه هذه المجسات أثناء الفحص لأنه يصير عندنا مشكلة الشغلة الأخرى المهمة لازم أني ما أطول إذا كان شورت بالجهاز رح يطلع عندك صوت وأزيزي هنا بالجهاز لازم ما أطول بالفحص رأسا ألغي الفحص معناها تصار عدي شورت بالجهاز هاي تقريبا النظرة العامة للجهاز والتحوطات الأمان رح ندخل على الجهاز هسه نشوف هذا الجهاز عبارة عن مقاييس للفولت اللي يتجهز للماتور يبدي من مية ميتين وخمسين خمسمية لغاية ألف فولت الأجهزة طبعا هذا يوتي خمسمية وواحد أي هذا يستخدم للورش الصغيرة خلي نقول عندك ورشة تبريد تفحص بها تفحص بها تفحص مولدات تفحص ماتورات مثل ورشتي زين عيني النقاط اللي بي هاي بي لايت وبي هولد يعني الثبت القراءة وهاي نقطة الفحص بأربع مكانات للمجسات ومرفق ومجسين فقط مجسين حار وبارد خلي نقول أسود وأحمر الأسود دائما يكون هنا والأحمر يكون هنا في حالة فحص العازلية وإذن المجسات بصراحة ما رح نحتاجها هواي هذا يقيس لك الفولتية الفولتية فإحنا رح يكون تركيزنا على هذا المؤشر وهذا المؤشر حتى نفحص بمجموعة بطاريات تكون بالخلف والشركة مزودتنا بهاي البطاريات رح أفتح لكم حتى تشوفوها طريقة الفحص ماتة كل السهلة وما بأي صعوبة وأنا سوأت لكم فيديو لاحظ بست بطاريات واحد ونصف فولت زين عيني هنا بالنسبة للكمبريسرات يعني إذا مطار مفتوح تقدر تشوف إذا مضروب الملف لا لا بس هاي هناك مشكلة كمبريسر ما التبريد ما التلاجة ما المجمدة ستعرف هذا العازلية ماتة منتهي لأولا وخصوصا إذا اشتريت جهاز مستعمل رح نيجي نخلي على السيريس لاحظ السيريس أكو توهج نخلي على البدي ماتة لاحظ كل شي معكم اللي تراوالك سنتفحص باقي الأطراف دا يشتغل معناته هذا المطور سليم هنا رح يجي دور جهاز الميقر رح نشوف وبدون توقف تغيير المعطور رح يشوفون شري المشكلة انتظروا دي لحظ أسا وخرنا هذا الجهاز هنا يعدنا الجهاز لازم يقرأ 55 يعني الأومية العادية طريقة الفحص رح نجي هذا المؤشر على المدي وراح نخلي نخط الحار على أي طرف قرب لنا التصوير لاحظ هذا عدنا جهاز الميقر رح أجي أفتح تيست آنها مضغوطة عدي هنا المقام المفروض تقرأ لاحظ المفروض 55 جاقة أوم لاحظ تقريبا نص القراءة إذن هذا المعطور بمشكلة بالملفات من تهية العازلية مات هذا فائدة هذا الجهاز بين القراءة عندك هاي القراءة اي نعم فهنا رح تكمن عندك أهمية هذا الجهاز يحتاج أبل الملفات ما المولد ملفات المعطور ملفات الثلاجار المصلحين حتى الغسالات والمحولات الكبيرة ما تشارع فهذه أهمية هذا الجهاز تكشف العازلية إذا تقول شرح أقرأ الجهاز يقرأ 50 جيجا أوم إذا تقفض هذه بالتدريج إلا نقل نقول وصلت للنص معنا هذا الملف نص انتهت إذا تقعد جرس وطلع صوت شوشرة معنات العازلية من تهي نهاية فإذا هذا المطر إذا تريد الشغل سيشتغل عندك بإحتمال أسبوع زمان ويسقط النهاية تحيات نهاية شكرا جزيلا شكرا